الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه من وصايا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه وما ترك لنا بابا يرشدنا ويوصلنا إلى الله عز وجل إلا فتح لنا هذا الباب وأرشدنا وعلمنا كيف نفعله وكل ما يأتينا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير وهو فيه نفع لنا في حياتنا وفي آخرتنا من وصايا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النصيحة إنك تنصح غيرك إنك إذا أردت عيبا في غيرك تنصحه برفق وأدب وحكمة وليل هذا الأمر وتلك الوصية من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصانا بها وعلمها أصحابه الكرام رضوان الله سبحانه وتعالى عليهم أجمعين وهكذا كان حال وهدي النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة يعني هذا الدين من جوهره ومن أهم شعائره ومن أهم ما فيه النصيحة قال الصحابة يعني يريدون أن يفهموا معنى هذا الأمر لمن يا رسول الله لمن هذه النصيحة قال صلى الله عليه وسلم لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم يعني هذه النصيحة لكل الناس نعم لكل الناس للمسلم ولغير المسلم نعم للجميع خلق إنساني في المقام الأول لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق هذه الأخلاق التي هي أخلاق إنسانية جاء النبي صلى الله عليه وسلم بتمامها وكمالها فزينها النبي وزينت الأخلاق باتصاف النبي صلى الله عليه وسلم بها النصيحة بعض الناس أحيانا إذا أراد أحد أن ينصحه أو أن يخبره بشيء فيه نفع له أو أن ينهاه عن شيء يضره نرى البعض يتأفف والبعض يتأذى والبعض يستنكر على غيره أنه يخبره أو يتحدث معه في أمر وكأن الأمر صار معيبا أن فلانا ينصح غيره مع أن حق المسلم على المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استنصحك فانصح له يعني لما إنسان يطلب مني النصيحة واجب علي أن أقدم وأبذل له هذه النصيحة هذا حقه علي وهذا واجب علي أن أفعله هذه النصيحة التي هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت غيرك على خطر ورأيت غيرك يفعل شيئا يضره أو يضر غيره انصحه ووجهه إلى ما فيه الخير بكل أدب وبكل رفق وبكل لين أنت تريد أن تحل مشكلة لا أن تفتعل مشكلة أخرى مع الذي تنصحه هذا الأدب وهذا الرفق يحبه الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يحب الرفق ويحب اللين يحب الحكمة يحب الحسن في المعاملة بين الناس لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وعلى ما سواه أو كما قال صلى الله عليه وسلم فتنصح غيرك بأدب وبالطريقة التي تريد أن توجهه إلى فعل الخير فيها بالطريقة التي تصل بها إلى أداء أو إلى الوصول إلى ما تريد أن تصل إليه النصيحة يعني يختلف الحال فيها على حسب الشخص الذي تنصحه فلان يتقبل النصيحة بشيء من يعني لا أريد العقاب لأنه لا يملكه أحد ولكن بشيء من الترهيب وغيره يتقبل النصيحة وتؤثر فيه بشيء من الترغيب الإنسان يعني إذا فهم هذا الأمر والناس إذا فهموا مسؤولياتهم تجاه غيرهم من الناس بصورة عامة نفذوا هذه الوصية من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا لم أستطع أن أنصح غيري فأقل ما أفعله إني أنكر الباطل وأنكر الذي يفعله بصورة خاطئة أنكره بقلبي ولا أرضاه لكن من الأمور المهمة جدا في مسألة النصيحة إن البعض يغفل والبعض يتكاسل والبعض ينسى حق أهله عليه أولى الناس إني أنصحهم وأولى الناس إني أرشدهم إلى فعل الخير هم أهلي وأفضل ما فيي وأحسن ما عندي يخرج لأهلي هكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي للأسف بنشوف بعض الناس أفضل ما عندهم يخرج لغيرهم من الناس لكنهم إذا تعاملوا مع أنفسهم مع أهليهم مع جيرانهم مع أقاربهم رأينا منهم عكس ذلك والأصل في الإنسان أن يخرج أفضل ما فيه لأهله النصيحة كما قلنا وصية النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أردت أن تنصح غيرك اعلم أنك قد تتقبل أو قد تسمع منه كلاما لا ترضاه ولا يرضاه قلبك ولا ترضاه أذنك بعض الناس إذا أراد أحد أن ينصحه يقول له يعني بصيغة وبلسان الحال اعمل أنت الأول بالكلام ده فلان بينصحني بكذا وهو بيغلط في كذا الطبيعي أن الكل يخطأ والطبيعي أن الجميع ليس معصوما من الخطأ الكل يخطئ ويتعرض لذلك العصمة دفنت مع سيدنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ولله ضر القائل اعمل بقولي وإن قصرت في عملي ينفعك قولي ولا يضررك تقصيري يعني افعل بما ينصحك به غيرك حتى وإن لم يكن هو يفعل هذا الأمر لأن هذا هو الذي ينفعك وهذا هو الذي لا ضرر عليك من سوء عمله ومن عدم التزامه بما يقول لك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا وأن يجمل أخلاقنا وأن يجمل خلقنا وأن يرزقنا اتباع هدي سيدنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يرزقنا رفقته في الجنة اللهم آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته